عشان تبقى روضة السيدة زي ما انتو شايفينها كده علشان نقدر نحافظ على هذه المباني وعلى هذا المجتمع علشان العالي الزغيرة تنزل تقدر تقعد تلف بالعجل وتلعب وتهزر وتضحك وتلعب شوية كرة وما الى ذلك علشان السيدات الفضليات والبنات يقدروا ينزلوا ويروحوا مشاورهم وييجوا واللي رايحة المدرسة واللي رايحة الشغل واللي رايحة الجامعة واللي رايحة تزور واحدة صاحبتها الى اخير وعشان المنظومة دي تكتمل استحالة تكتمل دون وجود امن امن هنا يعني وزارة الدخلية امن هنا يعني الشرطة المصرية يعني احسسك طول الوقت ان انت في امان ان محدش يقدر يدوسلك على طرف ان محدش يقدر يمدي ايده عليك ولا يمدي ايده في جيبك من اوائل عشان تبقى فاهم من اهم وافضل صور الامن والامان ان انا احسسك طول الوقت بوجودي ان انا موجود موجود لانه انت عارف ان في عربية شرطة بتبقى وقفة على مداخل الشوارع موجود لان انت عارف ان في كاميرات بتراقب كل شيء موجود لان انا اول ما لقدر الله لو احتاجت شيء ورفعت سمعت التليفون على شرطة النجدة هلاقيهم في دقيق موجودين قدامي موجود لانه مفيش حد اصبح يجرؤ يسبت عيل عنده تلت سنين يجرؤ خلصت انتهت لهذا السبب هي روضة السيدة حتى اختيار الاسم اختيار زكي كلمة تل العقرب دي كانت كلمة مخيفة بالمناسبة يعني وبالمناسبة يعني وحوش بشنابات ما كانوش يعرفوا يخشوا تل العقرب يعني ولا جبل عزه على الحتة دي بس انت دي قصة يعني لان انا عايز اوصله لك انه حتى كلمة روضة هي بتعكس حاجات كتير بتعكس الشكل وبتعكس المضمون الروضة بالمناسبة هو جزء من التعبير او التفسير اللفظي بتاعها انها مكان جميل وامن انت تستشعر فيه الامن والامان دفا دفا انساني مش دفا في السقيع يعني وبالمناسبة لو على ذكر السقيع البيوت اللي كانت موجودة قبل كده لكانت تمنع لا سقيع ولا تمنع حر لكن دي بيوت بجد بيوت طول بعرض خرصانة ومباني بيوت شكلها حلو شكلها يفرح انت عارف يعني ايه نفسية العيل الزغير اللي يتربى في بيت زي ده ونفسية عيل تاني يتربى في بيت وحش سيء لا صرفه الصحي مزبوط ولا كهربته مزبوطة ولا ميته مزبوطة ولا شوارعه مزبوطة ولا فيه اعمدة انارة تنور في عز الليل تخليها له نهار فيقتنس ويستقنس بيها الدنيا حاجة تانية اللي حلم بيه المواطن المصري بيتحقق على الارض هل احنا كده جبنا الاخر يعني وصلنا الى قمة الاحلام الانسانية لا يا فاند ما وصلناش طب نصها يمكن يمكن اقل وارد يعني ممكن نعمل احسن من كده اه ممكن نعمل احسن من كده طب وايه اللي موقفنا مفيش حاجة موقفانة نحن واخدينها جاري اللي انتو شايفين وده كله جرى في اقل من سبع سنوات علما البلد وقفت على رجليها ومؤسساتها اكتملت ويتم تسبيت اركان الدولة انت شايف قدامك دلوقتي على الشاشة انا وانت مواطنين انسى يوسف لمزيع ولا ديولو زي زيك بالزبط وبالمناسبة اللي انا بقولهولك ده كلام راجل يمكن خلال بضع اسابيع صحيح يبقى عنده 47 سنة سواء كان عيل زغير زي كل العيال اللي انت شايفهم ابن طبقة متوسطة مصرية عادية جدا يا ملعبنا في الشارع محناش من العيال اللي رايح بقى ده لعب بعصحابي في نادي الجزيرة خلص اه كنا بنروح نوادي وبتعب بس دي قصة تانية على ايام ما كانت الحاجات دي في الرخيص بكيتش غالقة موام لكن لعبنا في الشوارع وسوقنا عجلنا في الشوارع وشفنا حاجات حلوة وشفنا حاجات مش حلوة فاللي انا بقولهوه لك من قلبي هو انا حاسس كويس جدا بالفرق اللي حصل في مصر الفرق اللي حصل عند كل مواطن تاني هرجعك لق اللي هيفهم ده اكتر السيدات والبنات اللي النهاردة يقدروا يتمشوا في الشارع وهم متأكدين ان مفيش مخلوق يقدر يدوس لها على طرف مخلوق طيب ملاش دي تعال ان بص على حاجة تانية سيبق يا سيد الامن والامان الشرطة متواجدة الحمد لله والشكر لله من اصغر رتبة موجودة فيها اجدد عسكري مجند الى اكبر الكوادر الشرطي الحمد لله والشكر لله بس في حاجات تانية انت تلمسها كمواطن انا بالمناسبة جربت دا يا عمينا مرة جربت اروح لما قالوا يا جماعة دا فيه حاجة اسمها مصلحة احوال مدنية بقى فيها مكاتب موجودة في المولات ومش عارف فيه حاجات زي كده انا طبعا دا بالنسبة لي كان خيال الخيال يعني اللي هو يعني انا ممكن ابقى بروح اعمل شوپنج في مول او مش ايه او الحاجة الحلوة دي لأ ونبي لا ترجعوا لي بتاع لان انا رحت انا زرت انا شفت بنفس انا انه اخب بعضي واروح انا مش عاوز لسه اطخ مشوار لحد مثلا اسم الدقي اسم العجوزة مصر القديمة مصر الجديدة مش عاوز اطخ المشوار دا ما انا بقى بقيت ساكن ستة اكتوبر فانا عايز حاجة قريبة مني اه طب هروح فين اه ومش عاوز تبقى زحمة فقالوا لي يا عمي ببقاش في زحمة ولا حاجة هو انت بتشتغل قالوا مثلا بشتغل في مدينة الانتاج الاعلامي فطب ما انت قدامك المحة التانية يا مول كزا ما قدرش اقول اسم المول بقى ماشي طيب يعني هو دا فيه احوال مدنية ايوة فيه احوال مدنية اقولت لهم في المول قلت بقول لي اليونس في المول قال لي ايوة قلت له استنى كده فعملت طبعا سيادش على جوجل وخدت بعضي ورحت انا ركنت العربية في الباركنج لقيت الوحدة بتاعت الاحوال المدنية قدامي دخلت سلام عليكو انا عايز شهادة ميلاد اه طيب تمام انا طبعا لابس الكمامة دي اهم حاجة الى اخره قدمت الرقم القومي بتاعي الرسوم كزا هو دا اللي انا دخلته بالمناسبة وخدت الحاجة والله 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 وحياة امي الغالية فاقل من ثلاث دقايق كنت مستلم الورق بتاعي واخت بعضي برنس وماشي اه عم يوسف دعمولك كده علشان انت مزيعة طب والله كمان مرة لا كل المواطنين اللي جنب دول بيشتغلوا موزعين مثلا لا لابس كمامة وحد عارف ماشي يا عم شبه عليك سمع صوتك باعتباري الرجل بتاع راديو قديم يعني كل دا انا بالنسبة لي حاضر انا ماشي معاك مش هو لحد اخر طب وبقية المواطنين اللي كانوا وقفين على الشبابيك كل دول برضو موزعين او سفراء ووجهاء خالص ناس عليك زينا كلنا يعني ده على سبيل المثال في بقى حاجة حلوة كمان دي انا كنت اسمع عنها انها موجودة في اليابان ايوه هي المكناة دي شايفين انتو ايوه هي دي برافو عليك عبدالله برافو عليك طهلق طني على طول هي المكناة دي حضرتك بتخش توقف قدام المكناة دي بتصورك بتطلع لك الحاجة اللي انت عايزها كل البيانات بتاعك شهادة ميلادك موجودة بطاقتك بتاعت الرقم القومية موجودة عاو استجدت كل ما هو متعلق بالاحوال المدنية اصبح موجود في متناول ايدك بمنتهى الصرعة بمنتهى الصرعة وبمنتهى الكفاءة وخليني كمان ازيدك بقى من الشاعر بيت الناس اللي قاعدة الموظفين اللي موجودين بصراحة كلهم ناس زي السكر مفيش الجو اللي كنا نسمع عنه بتاع زمان ده بتاع بقى ايه اللي هو انا مفطرتش اه ماشيبتش الشاي اه مفيش الجو بتاع اه مدام اكتشار اللي دايما مكشرة في وشك دي بقولك ايه اطلع الدور السابع يا عم رزق طلعوا الدور السابع كده واخبالك اه ولما بقى في حاجة اسمها السيستم ان طبعا انا حضرت الحاجات اللي كانت قابل السيستم يعني لما كان كله ده فات لما بقى فيه السيستم الله يا السيستم واقع سبحان الله كان السيستم ساعاته يشتغل كده بالحب يعني النهاردة مفيش كلام من ده تعالي بقى على اسم الشرطة اللي اصبح مش بس مختلف في الشكل ولا في البط بص ده مثلا هتلاقي بتاع الجمالية شكله مختلف عن بتاع مصر الجديدة شكله مختلف مثلا عن اسم شرطة مثلا تلاقيه في الشطبي في اسكندرية شكله مختلف عن مثلا اسم شرطة يبقى موجود في السيدة كل تصميم الاسم مختلف طب مختلف ليه يا عم يوسفة مختلف لانه معمول تبقى للطراز المعماري اللي لاي على الحي او المنطقة اللي هو فيها جدير بالذكر باعتباري من سكاننا 6 اكتوبر حدير حتى بتاع الطريق مصر اسكندرية والكلام ده انا عاجبني اوي مدرية امن الجيزة الجديدة دي حلوة اوي شكلها حلوة ولان انا ساكن جنبها جدا فمديالي احساس بامان غير طبيعي انا ساكن جنب المدرية اللي هو فيه اقمن من كده يا حلولي والله ما فيه احلى من كده المهم فهرجعك على حتى الشكل يعني احنا اتكلمنا على المضامين ازاي الخدمة بقت سريعة ازاي الخدمة بقت حلوة ازاي الخدمة منتهى الكفاءة حلو تكنولوجيا مفيش بعد كده حتى الشكل بقى شكل حلو وجميل ويشرف ويفرح بص اتخذ بالك من العربية بتاعت المرور هيا معدية اقولك على حاجة حلوة في المرور بالمناسبة بقى عشان تبقى عارف يعني العربية دي مجهزة تجهيز تقني مش عالي المستوى هو على ارفع وارقى مستوى ممكن نتصوره ادي واحد ده الترخيص بتاعة العربيات في المولات الجديدة يعني دلوقتي اصبح حضرتك تقدر تروح تعمل الفحص الهندسي بتاع العربية وانت في مول والله العظيم انا عارف انه فيه ناس كتير مش عارف الحكاية دي بس انا جزء من دوري ان انا اقولك انه ده حاصل لانه هذا يحدث في مصر ده بيحصل فعلا في بلدنا ادي امان ومنقل الوحدة المره دي الاستراحة يا جماعة اللي انتو شايفينه قدامكو ده ولا في اوروبا ولا في امريكا دي مصر دي مكاتب المرور في مصر قدامكو يعني طب اقولك ايه احنا ده رحنا صورنا حضرتكو انزل جرب القدمة بنفسك